السلام عليكم ورحمة الله كان عمر بن أقيش رجل من الأنصار وكان له أموال من الربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذ ماله فجاء عمر يوم أحد إلى بعض أهله فقال أين بنوا عمي؟ فقالوا بأحد لقتال الكفار فلبس لأمته أي عدة الحرب من الدرع والسلاح وركب فرسه ثم توجه إلى أحد فلما رأاه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمر أي تنح عنا إلى جنب آخر ولا تدخل فينا فإنك كافر فقال عمر إني قد آمنت بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل الكفار حتى جرح فحمله بعض الناس إلى أهله جريحا فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فقال لأخته سليه هل قاتلت حمية لقومك؟ أي دفاع عن قومك وغضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال عمر بل غضبا لله ولرسوله وما لبث أن مات من جروحه فدخل الجنة وما صلى لله صلاة ونزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا لا تأكلوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة والربا في اللغة معناه الزيادة أما في الشرع فالربا نوعان ربا الفضل وربا النسيئة ولازم وضروري جدا كل واحد مننا يعرف معنى الربا كويس وباختصار شديد ربا الفضل بيكون في الدهب والفضة والبر والشعير والطمر والملح وخلونا نوضح ربا الفضل بمثال بسيط حنفرد أنك تملك طمر جيد وأنا أملك طمر ردي فهل يجوز شرعا أن أعطيك 2 كيلو من الطمر الردي وأخذ بدلا منه كيلو من الطمر الجيد هذا لا يجوز شرعا وهو ما يعرف بربا الفضل فماذا نفعل أبع أولا الطمر الردي وأقبض ثمنه ثم بعد ذلك أشتري الطمر الجيد وممكن واحد يقول لك طب ما النتيجة واحدة أنا باعت الطمر وأخذت طمر إيه المشكلة؟ المشكلة أولا أنه حرام شرعا وفي نفس الوقت بيمنع خير كتير جدا على الاقتصاد بوجه نعام لأنه بيأثر تأثير بارغ على حركة البيع والشرة وتداول المال قليل الأسف الشديد كثير من أخواتنا يقعن في ربا الفضل فيقومن باستبدال الذهب القديم بذهب جديد أقل في الجرامات فماذا يفعلن؟ يجب أولا بيع الذهب القديم وقبض الثمن ثم بعد ذلك يمكن شراء الذهب الجديد أما النوع الثاني من الربا فيسمى بربا نسيئة ومعناه ببساطة أن أقرضك مثلا ألف جنيه إلى أجل معلوم فإن حل الأجل ولم تستطع السداد أقول لك إما أن تعطيني حق الآن أو أن تزيد فيصبح الدين ألف ومتين جنيه أو أن تقول لي مثلا أخر الدين وزد في مقداره وكان ذلك مما اعتاده أهل الجاهلية وكان فيه ظلم بي فكان الفقير يزداد فقرا وحاجة ويزداد الداء غنى وجشعا وطمعا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يا أيها الغني القادر على الإقراض أقرض الفقير المحتاج دون زيادة في رأس المال فإن تعثر في السداد فأمهله أو تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنك يوم القيامة ويا أيها الفقير المحتاج إياك وأن تقترض بالربا وألجأ إلى الله بالتقرب والدعاء واستعن بأهل الخير والصلاح والتقوى لعل الله أن يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب فالإسلام يحثنا على العمل والبيع والشراء والتجارة والسعي وأن نتعاون على البر والتقوى وأن نتراحم وأن نجود مما رزقنا الله وأن نتكاتف أما الربا يحثنا على الجشع والطمع والبخل واستغلال حاجة الفقير والمحتاج واتقوا الله وخافوا الله واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية واجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية لعلكم تفلحون ولعلكم تفوزون في الدنيا والآخرة وزي ما عرفنا لعلم على الله تفيد التحقيق فيكون المعنى لكي تفلحون وهناك نقطة في غاية الأهمية كان سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد معصية من بعض الرماه الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات في مواقعهم على جبل الرماه طمعا في الدنيا وبعض المغانم وكذلك الحال بأكلة الربا الذين يخارفون أمر الله عز وجل ويستحلون أكل أموال الناس بالباطل أنا لهم أن ينصرون وأنا لهم أن يفلحون نسأل الله العافية والسلام يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ترجمة نانسي قنقر